جايب لي بطيخ كمان يا سلام على البطيخ احنا بنتكلم بقى دلوقتي عن الله يكرمك ربنا يحفظك يا اخونا كريم البريئي من الشخصات الجميلة والمحترمة اللي معانا هنا في الشقة شكر كل الشكر ليك احنا ولا بنمسح ولا بنمنتج ولا بنشيل اي حاجة من المونتاج بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الدكتور احمد عطية الدهشان استشارة تجديه العلاجية والتجميل في اسطنبول النهاردة جماعة جاينا نتكلم معاكم بشكل بسيط عن حب الشباب حب الشباب ده منتشف عند فئة كبيرة جدا اه عند الشباب اه في سن البلو بتختلف شدة حب الشباب من الدرجة البسيطة للدرجة المتوسطة للدرجة الكبيرة نستطيع ان نقول في حب الشباب بالنسبة للبنات بشكل الاساسي يعني مسلا لو انا جاء لبنت البنت العيادة وعندها عندها حب الشباب هذه البنت اول حاجة لازم افكر فيه ان هي ممكن يكون سبب رئيسي من اسباب حب الشباب عندها عندها تكيس المبايد فبعمل تبتمل يا دكتور احمد بتعرف ازاي امتى تشتبه وجود تكيس المبايدة عند البنت بشكل بسيط ان احنا بنسأله ثلاثة اسئلة هل الدورة بتاعتك الممتزم يا ستي هتقول لك ممكن يبقى فيها لغبطة او بتاعه هل زاد الوزن زيادة عن الطبيعي عن المعدلات الطبيعية في الفترة السابقة يعني انا دلوقتي بدأ يحدث عندي زيادة في الوزن بشكل كبير عن الفترات السابقة ده السؤال رقم اتنين السؤال رقم ثلاثة هل بدأ يظهر شعر في الوجه بشكل ملحوظ او في الجسم بشكل عام اه عن الفترة اللي فاتت او السابقة تمام عرفنا النتيجة اشتبهنا ان وجود تكيس مبايد نتيجة وجود خلل في هذه الاشياء اول حاجة لازم نفكر فيها ان احنا نحول هذه الحالة ان احنا نحول هذه الحالة لطبيب النساء عشان نعالج مشكلة تكيس المبايد تعالوا بقى دلوقتي نتكلم بشكل رئيسي عن هلاك حب الشباب اه في الجانب التغذوي ما نيجي نتكلم فيه ان احنا بنعالج اه ان احنا بنبعد عن الاطعمة اللي بتزيد من الدهون في البشرة ومن ظهور حبوب الشباب زي اللب والفول السوداني والمكسرات اللب والفول السوداني والمكسرات ايه تاني بقى دردو يا دكتور احمد من الممنوعات في اه الاغذية اللي هي اه الشيكولاتة الاطعمة الحارة والحريفة اه الشطة دي كل الحاجات بالنسبة للاغذية اللي احنا نحاول نمنعها لان الحاجات ديت بتزيد من اه تهيب اه حبوب الشباب عند الولد او الست في فترة المراهقة او في فترة النضوج يبقى يبقى احنا ان احنا نحاول قدر الامكان ان احنا نبعد عن هذه الاشياء دي كده رقم واحد اه تعالوا بقى نخش بقى ارضو على حاجات في نمط الحياة صحي طبعا يا جماعة بشرة ان بقى اصبح علم كبير طبعا هنا كذا كتب تجدية من ضد ناس بتكلم عن بشكل عام اه في تغيير نمط الحياة واذا اردت تحقيق شي لم تحققه من قبل فعليك بتكوين شخصية لم تكونها من قبل وبندعو الناس ونحافظي الناس ان هي يتغير من نمط حياتها بقى دلوقتي فيه طب معترف به اسمه طب نمط الحياة وتم بالفعل خريج مجموعات كبيرة من الاطباء اه في طب نمط الحياة الموضوع ليس منتشر بشكل كبير لكن بدأ بشكل فعلي ندل وفاينما يدل على ان نمط الحياة صحي لدور كبير جدا في العلاج فالطب ليس فقط دواء الطب ليس فقط جراحة الطب ليس فقط اه ادوية الطب اه هو مجموعة متكاملة بتحتوي على اه يعني منظومة اه متكاملة كله بيكمل بعضه اه مفيش حد اه لدوره والتاني بنستقصي دوره كله في المركبة واحدة بيسعى لخدمة المريض خلو نخش في الموضوع بتاعنا طب ايه هو دكتور نمط الحياة الصحي اللي المفروض نمشي عليه بشكل بسيط نقدر نقول الناس اللي ما بتتعرضش للشمس بشكل اه يعني بشكل رئيسي اكثر عرضة لحب الشباب برضو لازم نعرض نفسنا اه لاشيعة الشمس ده كده النصيحة رقم واحد اه الحاجة التانية جماعة ما نجد نتكلم عن اه حب اه الشباب نحاول قدر الامكان بالنسبة للبنات البعد كل البعد عن مكياج الزائد عن اللازم قوي المكياج المبالغ فيه بشكل كبير اه وبرضو الانواع الرخيصة منه المكياج الانواع الرخيصة منه اه كسبب رئيسي فيه يعني الافضل ان احنا نحاول قدر الامكان ان نستخدم الحاجات الطبيعية ونبعد عن الاشياء الرخيصة اللي بيجيب نتاج اه كويسة لكن اه قد يكون لها تأثير قوي جدا في ظهور حب الشباب عند البنات او الولاد برضو دلوقتي نقدر نتكلم عن عن بالنسبة للنمط الحياة الصحي غسل اكياس المخدات غسل اكياس المخدات بشكل منتظم غسل الفرش بتاعنا بشكل منتظم الحاجات اللي بتنامع عليها بشكل مستمر نغسلها بشكل مستمر علشان نضمن ان ما فيش يعني يحفز من زادة الغدد الدهنية وظهور حبوب الشباب نخش بعد كده على العلاج الدوائي ما نجد نتكلم عن الادوية جماعة نقدر نقول اول حاجة بنكتب صبونا لحب الشباب بنكتب صبونا لحب الشباب صبونا لحب الشباب دي من الحاجات اللي موجودة اللي هو ناتري سوب ناتري سوب ده بناخد صبونا للوجه صباحا او مساء صبونا للوجه صباحا او مساء ده كده رقم واحد تانية حاجة بناخد حاجة توبيكال انتيبيوتكس بناخد حاجة توبيكال انتيبيوتكس دي يفضل استخدامها في حب الشباب الصديدي اللي هو زي الاريثرو مايسين لوشن طبعا سنسيب لكم الصور او حتى ممكن اللي انتم شايفينه ده نحط الصور طباقة خلفية بحيس ان انتم تشوفها بشكل واضح يعني في حالة في حب الشباب الصديدي بندي حاجة اسمها الاريثرو مايسين لوشن او كريم طبعا ده بيبقى دهان على الوجه صباحا ومساء لمدة نص ساعة ثم يغسل الوجه دهان على الوجه صباحا ومساء لمدة نص ساعة ثم يغسل الوجه اخر حاجة يا جماعة نستخدمها في علاج حبوب الشباب هنستخدم حاجة فيها الزينك بنستخدمها كابسولة واحدة يوميا زي مثلا الفيتا زينك وبكده الحلقة تكون بتاعتنا خلصت شكرا ليكم كان معاكم الدكتور احمد عطية الداشان رئيس جماعة طبية المهمية للتجديه العلاجية والتجميل وباحث في العلوم الطبية الحاوية في جامعة التنباش في اسطنبول شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته